يا مساء الفل يا مساء السعادة على عيونكم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أهلا بكم حبيبي في قناتي قناة مبغ زازة ياريت ما تنسونيش باللايك والشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي وأنا بشكر كل حبيبي وإخواتي جوا مصر وبر مصر اللي دعميني وأنا بشكركوا جدا حبيبي تعالي نشوف هنعمل ايه النهاردة احنا هنعمل قلقاس وفراخ ورز طب تعملين ايه المقدار بتاعتك يا زازة احنا عندنا فرخة متقطعة 4 مخصولة كويسة ومنقعة باللمون وخل وملح عندنا المكونات بتاعتنا بتاعت الفرخة ايه عندنا البهارات بتاعتنا عندنا لوري ملح قرفة 7 بهارات طوابل الفراخ وعندنا بصلايا وطمط ماي عندنا بقى حكة القلقاس عندنا دي القلقاس من اللي أنا مفرزاه كيس القلقاس ودي الخضرة اللي هي القزبرة فيه ناس بيعملوه بالسل وفيه ناس بيعملوه بالسل وفيه ناس بيعملوه بالإيه زي ما هنعملوه بالطرقة بتاعتنا دي وعندنا رس طماء مفرومة وطماطم يجاني ايه خمس طماطم معصورين ودي الخضرة بتاعت القلقاس تعالوا حبيبي نشوف واحدة واحدة مع بعض ونبدأ بالخطوات بتاعتنا ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ معنا احنا طبعا معنا حلة فها ميا بتغلي على النار لان انا عايزة شربها للقلقاس فهنقغليالها المياه هننزل بالبصلايا والطماطمايا والتوابل بتاعتنا كويس زي ما احنا شايفين وهنداها تقليبها نقلبي التوابل دي كلها مع بعض كده عشان ايه الميا بتاعتنا تتشرب منها كلها وكلهم يندمجوا مع بعض عشان تطلع راحة التوابل بتاعتنا ماشي ماشي ثاني بقى خطوة هنجيب الفرخة بتاعتنا طبعا احنا غسلنها ونزبطنها هننزل بقى ايه في قلب الشربة بتاعتنا بقى عشان يتسلق وتغلي ونقاه ونغط عليها نهد النار عليها ونسيبها تستيوم تبقش تعلي النار علي ايه الحوم او سواء لحمة سواء فراخ ونهد النار عليها خالص يعني نخل النار وسط هتستوي وهتشم بنكهة الفرخة بتاعتك طبعا اللي جي نعمل التقليه بتاعته بالقاس احنا عندنا معلقة سمنة على معلقتين زيت هننزل براس الطماء اللي احنا فرمينها زي ما احنا شايفين وهندها تشويحها هننزل بالخضرة على طوب بالخضرة بتاعي بالخضرة بتاعي زي ما احنا شايفين يا حبيب ما تسرحيش حط لايك وما تسرحيش هنبدأ نشوح فيها كده لحد ما ايه تحس اللي هي بلقة تدبل كده زي ما احنا شايفين هنزل بمقعب المرأ بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ونكمل تشويح في الخضرة بتاعي احنا هنا بنحب القلقاس بالبط بالفراخ باللحمة يعني ممكن ما ببخش لحمة كتير لاننا عندي هنا الاولاد ما بحبوش اللحمة بيميلوا للفراخ على طوب هننزل بقى برضو بالطماطم بتاعي زي ما احنا شايفين حبيبي اللي احنا عصرناها ويعني نص معلقة مع الجون صالصة كده ماشي؟ ماشي واحنا مع بعض هاد ماشي بالخطرة بتاعي هنقلبها كويس وهنجب بقى التوابل بتاعي هتخط التوابل ايه يا زازة هنحط نص معلقة فلفل قصر معلقة زغنانة اللي انا بحط بها دي نص معلقة قرفة نص معلقة السبع بهرات نص معلقة سكر احنا قلنا كم مرة اللي احنا السكر بنحطه عشان ما يعملش اي حاجات فيها طماطم صلصة عشان ما يعملش حموه حموه عالمعدة اللي ما احنا شايفين هنقلب كل المكونات نص معلقة السبع نص معلقة السبع نص معلقة السبع تسبب مع بعضها كده ايه تاخد وطينة مع بعض طيب طب و بعدان يزازة هتعمل ايه تاني نص معلقة السبع نص معلقة السبع لانه يستوي يكون ايه تسبب جهة الالغاز بس احنا قبل من نذهب نعمل دوت هنروح نبص على الفرخة بتاعتنا الاول نشوفها بقاوه ايه في الشربة جميلة ازاي شفت الشربة بتاعتها جميلة ازاي والفرخة نايمة تتدلع في الشربة هي جمالك هي جمالك ايه طبعا هي كده بالستويت الفرخة بتاعتنا عشان ايه بقاوه لكم الشربة عشان انا محتاجة شربة للقاس بتاعنا احنا كده الوقت باني وصلنا المرحلة اللي احنا هننبخ الرز معلقة السامنة على معلقتين زي زي ما انتو شايفين حبيبي كده ايه يسخنوا كويس وننزل بالرز والمية بتاعتنا ونحط له العقد بتاعه ونحط الملح بتاعه مقدار المية العادي يعني مقدار المية بتاعت الرز بتاعتك ونحط الملح و ايه ونزبط المقدار المية بتاعته ونغط عليه لحد ما يستوي اول ما يتشرب المية بتاعته تهد على النار خالص وقت خالص علشان تشوفي هتعمل ايه تاني على المرز ايه يتردد مع بعض كده وياخده يدي دي التسبيكة طبعا السبكة بتاعت القلقاس هتعمل ايه يا زازة انا هنزل بقيتين مية والبقى شربة انا مش بحب احط في الزيت في الطبيق مش بحب احط كل شربة انا بحب احط يعني مثلا كوبية مية على مثلا كوبية شربة لكن مش بحب احط كل شربة زي ما احنا شايفين كده حبيب قلت ليك ما تسرحيش خش وحط لايك يا رب اكون وصفات كلها عجباكم وحبيب اللي بشجعوني دولت انا بحبوكو جدا 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 كفاية كلامكم الجميل الكومنتات بتاعكم جميلة اللي تفتح النفس كده كل يوم عايز اعمل فيديو من تعليقاتكم جميلة يا حبيب دي طبعا ننزل بالقز بتاعنا زي ما احنا شايفين ده اللي انا مفرزها القز دي متفرز مثلنا اللي فاتت شفت لونه جاعمل ازاي وعمل ازاي ده وقت متفرز من شهر اللهم صلى على النبي من شهر اثنين اثنين اه من شهر اثنين اه دي طبعا الروز بتاعنا اه ينقلبه بقى الوقت هو كده استوي هنقلبه هنطف على بقى النار لان كان في الوقت دوت الولقاس بدأ يستوي وانا بحمر الوقت في الفرخة بتاعتنا زي ما اتو شايفين قلصنا الاكل بتاعنا وغرفناه هوت حبيبي شوفوا بقى الولقاس فيه ناس كتيرة بتعمله اخضر بتعمله بالسلق وبالكسبرة بس احنا احنا بنحبه بالطرقة دي احنا بنحبه مثلا نكون الطماطم بتاعته قليلة شوية والخضرة بتاعته فيه بردو ويتطموا كل حاجة بنحبه بالطرقة دي فيه ناس تانية متعودة اللي هي تاكله اللي هو القاس لاخضر بالسلق ده هي دي كده وصفتنا وهي دي الفراخ وده الشربة وده وده الرز والله هي اكله على قد الايد وبسيطة جدا والحمد الله اكلنا وشربنا والحمد الله هي دي كده وصفتنا حبيبي اتمنى بقى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة وما تنسوش تفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من وصفاتي واللي ما اشتركتش تخش تشترك وتكتبلكم وانت حل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة